بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحين بعد ما جهزنا القواعد وجهزنا الكؤوس بالشمع لان نشل اليراقات بهذا الشكل شوفوا لاحظة اليراقة وضحها اليراقة هذه واضحة موجودة لان نركبها بهذا الشكل كذا وما يكون تهتز يعني تكون لان نشوف لو اهتزت راح تنقل عملين وما تصلح ونركبها في الكاس في القاعدة ونركبها في السدابة ونأخذ الثانية كذا وعلى اساس ما تهتز هذا الاداة افضل كذا هذا الثانية موجودة اليراقة عمر يوم يفترض كان 36 ساعة لكن الان صارت 48 ساعة بس ما مشكلة لان اتأخرنا شوي بظرف الجو اللي صار والان بنسويني ان شاء الله هذا وبرك الله فيكم اشتركوا في القناة